وجينا للفقرة اللي بتهم كل بنت فينا هنعمل ايه بنات النهاردة؟ هنعمل سانويتش ايه؟ سانويتش لا هنعمل البيتزا بس بطريقة مبسطة وسهلة ونقدر نعملها احنا من غير من نحتاج لحد اللي بس هنحتاج لماما ويه بتولع علينا الفرن تمام؟ تمام تعالوا نقول المكونات ايه؟ لأصحابنا المشاهدين في البيت معنا صلصة صلصة؟ معنا صلصة؟ ومعنا كمان فلفل ومعنا فلفل ومعنا جبنة جبنة موزاريلا ومعنا جبنة موزاريلا ومعنا طماطم ومعنا طماطم وقابل بينهم معنا ايه؟ معنا صلصة برافو عليكم كل بنوتا هتاخد قطع الطوست قدامها عشان نوري أصحابنا المشاهدين نعمل ازاي البيتزا البسيطة السهلة دي هنجيب الطوست كده أول حاجة حطينا الطوست في الطبق وبعد ياخنا هناخد الصلصة المعلقة هناخد الصلصة ونوزعها ببساطة على الطوست تمام؟ تمام وبعدين نبدأ ناخد من الطماطم والفلفل ونوزعه واحدة واحدة ناخد الفلفل أيوه وطماطم ونوزع وعلى فكرة لو عندنا زتون مثلا ممكن نحط عادي او لو عندنا حاجة تانية بنحبها ممكن نحط قطع فراخ مثلا اي حاجة يعني ممكن تبقى حاجات موجودة عند ماما في التلاجة واللي بيحبها خضروات بس يحط كده تمام؟ تمام نحط ايه؟ الطماطم والجبنة والفلفل وبعدين الجبنة الموزرية اللي نوزعها تمام؟ تمام وبعد كده يلا انت يا مريوما انت مين اللي محطتش مريوما؟ مريوما وفيروز شاطرة يا منا منا خلصت اول واحدة عشان جعان عايزة تخلص بسرعة يلا يا فيروزة يلا حبيبتي يلا 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 يا روما ايوان بنحط بقى الجبنة زي ما اصحابي شايفين كده شفتوا يا اصحابي شفتوا يا مشاهدين الحلوين شفتوا عملناها ازاي؟ وبعد كده نطلب من ماما تشغلنا الفرن ونروح عاملين ايه بعد كده يا بنات؟ هنحطه في الفرن نحطها في الفرن شوية صغيرين قوي لهيه ما الجبنة تسيح وبعد كده برضو هنطلب من ماما تطلعها لنا من الفرن نقولها بألفة هنو شفتوا اشتركوا في القناة